من أخبار رئيس الدولة نبدأ حيث بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى الرئيس خوان مانويل سانتوز كالي تيرون رئيس جمهورية كولومبيا وذلك بمناسبة ذكره مستقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية كولومبيا